السلام عليكم متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد إذن فبعد انتهاء عملية تسجيل في مباراة القوات المساعدة المخازنية رجال الصف لسنة 2023 إن شاء الله في هذا الفيديو سنتحدث لكم على كيف اشتعرف رأسك وش مقبول اجتياز الاختبارات أم لا إذن أول حاجة عد قموا بالدخول إلى الرابط الخاص بمباراة القوات المساعدة من ثم عد قموا إدخال الاميل اي جي ماي اللي تسجلتو به كذلك مود باس عد قموا بالضعب تسجيل الدخول كذن تقلوا الوضعية للحساب إذا دهرت لكم في الوضعية انكوغ دتختمو كذن تدرو يعني الملف قيداء المعالجة ربما تغير هذا الوضعية في أي لحظة حيث كما تعرفون فالمباراة عد تكون من 10 فبراير إلى غاية 1 مارس هذا معناه أن كونفوكاسيو عد تكون على شكل أفواج ربما الشخص يتوصل بكونفوكاسيو في 10 فبراير مثلا أو 11 فبراير أو 15 أو 20 إلى غير ذلك أما في حالة مدارات في وضعية الطلب نو سيليكسيوني فللأسف هنا ما كتكونش تتقبل أما إذا لقيت كونفوكي أو كونكور فهذه الحالة كيكون تم قبولك من أجل استياز الإختبارات ما عليك هو تقوم تحميل الاستدعاء بمعنى تيلي شارجي لكونفوكاسيو عدار لك وعد الخانة من تما عد قوم تحميل هذه الاستدعاء وعاد تلقى في الاستدعاء يعني التاريخ والمكان لإجتياز الإختبارات كما تعرفون فالاختبارات كتكون تواليا بمركز زيت كوين أفراد القوات المساعدة بالمجاعة إقليم وزان وبأولوز إقليم تاروداند يعني على حساب أنت واشكتنت من شطر الشمال أو الجنوب إذن كما لاحظتم فهذه الطريقة التي ستمكنكم من معرفات هل تم قبولكم من أجل استياز الإختبارات المتعلقة بمباراة القوات المساعدة المخازنية رجال الصف لسنة 2022 إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة سنتحدث على كيفية استخراج الاستدعاء إضافة إلى طريقة الإختبارات في الآخر كنتمنى للفيديوين لإعجابكم وما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتقوموا بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد وبالتوفيق والسلام